حدثنا الحكم بن نافعا حدثنا إسماعيل بن عياش عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال تزوج عقيل بن أبي طالب فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين فقال مهلا تقول ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهان عن ذلك وقال قول بارك الله لها فيك وبارك لاك فيها حدثنا إسماعيل وهو ابن علية أنبأنا يونس عن الحسني أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بني جشام فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تفعلوا ذلك قالوا فما نقول يا أبا يزيد قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم أن كذلك كنا نؤمر